شقيقان اقتسم ميراثهما بعد وفاة أبيهما وافترق كل منهما في طريق الشقيق الأكبر كان يعمل بالتجارة وكان صالحا يربي أبنائه على تقوى الله كما كانت زوجته لا تعرف إلا طاعة الله هو عمل الخير بينما كان الشقيق الأصغر تاركا زمام بيته ونفسه لزوجته التي كانت لا تهتم سوى بنفسها ومكانتها في المجتمع بعد فترة من الزمن تعرض الشقيق الأكبر لخسارة كبيرة في تجارته أفقدته كل أمواله فذهب هو وزوجته وابنته الكبرى إلى شقيقه يطلب مساعدته حتى يقف على قدميه مرة أخرى ولكن زوجة شقيقه أساءت استقبالهم وتعرضت لهم بألفاظ نابية وحين اعترضت الإبنة الكبرى على كلام زوجة عمها قامت زوجة العم بصفعها وطرد الجميع من البيت حزن الأب كثيرا من موقف شقيقه السلبي ومن قسوة زوجته ولكنه ابتسم وقال لأسرته كيف نسينا الله ولجأنا لبشر مثلنا هيا بنا نقوم الليل وندعو الله ليفرج كربنا ثم بعد ذلك لا تنسوا خبرتي في مجالي فهناك المئات من رجال الأعمال يتمنون عملي معهم وبالفعل بعض شهر واحد عرض رجل أعمال شهير على الشقيق بأن يتولى إدارة إحدى شركاته ويقتسم الربح مناصفة وبعد عامين عاد رأس مال الشقيق الأكبر كما كان وأكثر في نفس الوقت ساءت أحوال أسرة الشقيق الأصغر وفقدوا حتى بيتهم لسداد ديونهم ودارت الدائرة وذهبت زوجة الأخ الأصغر تستعطف شقيق زوجها وزوجته فأسرعت الإبنة وقالت لزوجة عمها في وجود أمها وغياب أبيها ردا على تحيتها لا حياك الله ولا قربك الحمد لله الذي أزال نعمتك هل لسيت حين أتيناك منذ عامين وماذا فعلت بنا ضحكت زوجة العم برغم بؤسها وقالت يابنة أخي ألم يعجبك صنيع الله بي على فعلة السيئة معك وقسوتي عليكم جميعا فوالله لو لم يكن من عقاب الله لي إلا ما ترين من حالي لكفى فهل تريدين الاقتداء بي حتى يصيبك ما أصابني والله يابنة ما جاء بي إلا الضيق والجهد الذي لا يخفى عليك من حالي ثم همت بالخروج فأسرعت الأم ولامت ابنتها ثم نادت على زوجة شقيق زوجها وعانقتها وأجلستها بجوارها وأمرت لها بالطعام ومنحتها من الملابس والنقود ما يليق بها فنظرت الابنة لأمها وهي في غاية الضيق لما فعلت أمها مع التي أهانتهم جميعا وفرحت الابنة بقدوم والدها وأخبرته بالأمر فأيد موقف زوجته وغضب من ابنته وقال لها أهذا مقدار شكرك لله عز وجل على نعمته وقد أمكنك من زوجة أخي على هذه الحالة التي وصفتها فوالله لو لا مكانك في قلبي لحلفت أن لا أكلمك أبدا فما هذه بأخلاق الكرام والله لا يرضيني منك إلا لاعتذار لها أين نحن يبنتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لزعماء قريش وهم الذين آذوه وقتلوا أصحابه وأخرجوه من بلده اذهبوا فأنتم الطلقاء أليس هو القائل أيضا ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ثم تحدث إلى زوجة أخيه وقال لها اطمئني فأنت في بيتك وبين أهلك وما أنا إلا في موضع أخيك أما أخي فسوف أقف بجانبه وأعطيه ما يحتاجه من مال حتى يعود كما كان تاجرا له اسمه ومكانته قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب خلف نافذة أحد الفصول بمدرسة ابتدائية للبنات كانت تجلس طفلة مسكينة وجميلة بلغت سن المدرسة ولكنها لم تلتحق بها بسبب وضع أسرتها المادي حيث أن والدها توفي ولها ثلاثة إخوة أصغر منها وكانت هذه الطفلة تبيع خبزا لأمها في الصباح لتساهم مع أمها في الإنفاق على إخوتها وفي أحد الأيام دخل معلم تقي صالح يدرس مادة الرياضيات إلى فصل الصف الثالث وسأل المعلم تلميذاته سؤالا وخصص لمن تجيب عليه جائزة ولكن لم تجيبه أي تلميذة داخل الفصل وفوجئ بالطفلة التي تبيع الخبزة تطل من النافذة وتشير بأصابعها للإجابة وكانت إجابتها صحيحة قرر المعلم رعايتها والتكفل بكل ما يلزمها من مصروفات مدرسية من مرتبه وطلب من المدير قبولها في المدرسة حتى ولو مستمعه فوافق المدير وذهب المعلم إلى والدتها وأخبرها بذلك وتولى أحد إخوتها بيع الخبز مكانها وبعد سنوات أنهت الطفلة المرحلة الابتدائية وكان ترتيبها الأول بين زميلاتها واستمرت على هذا التقدم حتى نهاية المرحلة الإعدادية وهنا فارق المعلم أرض الوطن ليعمل معلما بدولة عربية ولأن في ذلك الوقت لم يكن هناك هواتف بقرية تلميذته انقطعت صلته بها لمدة 12 سنة وبعدها عاد إلى وطنه وبعد يوم واحد من عودته ترك العاصمة وذهب إلى قرية تلميذته وسأل عنها وعن أسرتها فذكروا له أن هذه الأسرة قد رحلت إلى العاصمة منذ سنوات وانقطعت أخبارها عنهم عاد المعلم إلى مسكنه بعاصمة حزينة وفي أحد الأيام شعر بألم في معدته فذهب إلى المستشفى مع أحد أبنائه وأثناء جلوسه في الانتظار إذا بطبيبة على قدر من الجمال تحدق إليه بشوق كبير فسأل الإبن أباه إن كان يعرفها فأخبره بأنه لم يرها من قبل بعد تدقيق من الطبيبة على الرجل الذي اكتسى بالشيب أسرعت إليه وعنقته وهي تبكي بصوت أثار دهشة كل من كان بالمكان وظن الجميع أن هذا الرجل هو والد الطبيبة وبينما المعلم في دهشة كبيرة قالت الطبيبة له أنا الطفلة التي كنت سببا في دخولها المدرسة وصرفت عليها من مالك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه بفضل الله ثم رعايتك واهتمامك وموقفك الإنساني الفريد أنا ابنتك بائعة الخبز خلف النافذة لقد كنت أدعو الله لك بكل الخير عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه وأنا مهما فعلت لن أستطيع رد معروفك بكى المعلم ولم يصدق ما يسمعه ومن فرحته زال الألم عنه ثم دعته الطبيبة هو وابنه إلى منزلها وأخبرت أمها وإخوتها بالمعلم الإنسان الذي وقف معهم وكان سببا في تغيير مجرى حياتهم واحتفلت به الأسرة احتفالا كبيرا ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون رأى يوسف عليه السلام وهو غلام صغير رؤية قصها على أبيه فقال له أبوه لا تخبر إخوتك برؤيتك وذلك خوفا عليه من حسدهم لأنه كان محبوبا عند أبيه من بين إخوته ولكن إخوته حسدوه على حب أبيهم له وتفضيله عليهم وقرروا إلقاءه بالبئر وبعدما ألقوه في البئر مرت قافلة فأخذوه من البئر ليبيعوه واشتراه عزيز مصر من القافلة بثمن قليل وعاد إلى زوجته سعيدا بالطفل الذي اشتراه وطلب من زوجته أن تكرمه وتحسن معاملته كبر يوسف وأصبح شابا قويا رائع الجمال وكانت امرأة العزيز تراقبه يوما بعد يوم فأحبته ثم هددته بدخول السجن إذا لم يلبي رغبتها فقال في نفسه دخول السجن أفضل من معصية الله الخالق وظل يوسف عليه السلام في السجن فترة وكان الله قد أعطاه علم تفسير الرؤى فاستخدم ذلك في دعوة السجناء معه إلى توحيد الله عز وجل ودخل معه السجن فتيان أحدهما رئيس سقات الملك والآخر رئيس الخبازين وبعد فترة صلب رئيس الخبازين وخرج الساقي من السجن ليكون في خدمة الملك مرة أخرى وفي يوم من الأيام نام الملك فرأى في منامه سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نحيفات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات فقام خائفا مرعوبا من نومه مما رآه فجمع رجاله وعلماء دولته وقص عليهم ما رآه وطلب منهم تفسيره ولكنهم عجزوا عن التفسير وظلت هذه الرؤية لاحق الملك وتفزعه أثناء نومه فأصر على معرفة تفسيرها عندئذ تذكر الساقي أمر يوسف عليه السلام فذهب إلى السجن ليقابله وهناك طلب منه تفسير رؤية الملك التي شغلته ففسر يوسف عليه السلام الحلم وقدم لهم الحل السليم أيضا فرجع الساقي إلى الملك ليخبره بما قاله له يوسف ففرح الملك فرحا شديدا ورح يسأل عن الذي فسر رؤياه فقال الساقي إنه يوسف فقال الملك ائتوني به ذهب رسول الملك إلى يوسف عليه السلام وأخبره أن الملك يريده فرفض يوسف أن يذهب إلى الملك قبل أن تظهر براءته فاعترفت امرأة العزيز وأظهرت براءة يوسف عليه السلام أمام جميع الناس وبعد تبرئته أمر الملك بإخراجه من السجن وتكريمه وتقريبه إليه ثم خيره أن يأخذ من المناصب ما شاء فقال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض فوافق الملك بكل سرور أثناء توزيع الحبوب على الناس إذا بيوسف أمام إخوته الذين ألقوه في البئر عندما كان صغيرا وقد جاءوا محتاجين إلى الطعام ووقفوا أمامه دون أن يعرفوه فقضى يوسف عليه السلام حاجتهم وأحسن إليهم ثم قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم عندما عاد إخوة يوسف إلى أبيهم طلبوا منه أن يرسل أخاهم معهم فرفض يعقوب عليه السلام ولكن بعد إلحاح شديد أذن لهم يعقوب عليه السلام بأخذه ولما وفد إخوة يوسف عليه دبر لهم أمرا يستبقي به أخاه عنده فكلف رجاله أن يدسوا الإناء الفضية في رحل أخيه ولما حملوا طعامهم عائدين لبلادهم أرسل الجنود للبحث عن السقاية فوجدوها في رحل أخيه فأخذوه عاد الإخوة إلى يوسف يتوسلون إليه أن يخلي سبيل أخيهم ويأخذ أحدهم مكانه ولكنه رفض فرجعوا إلى أبيهم إلا كبيرهم وأخبروه الخبر فظن بهم سوء وفقد بصره من الحزن الشديد ثم عادوا إلى مصر بعد أن أمرهم أبوهم بالعودة إليها والبحث عن يوسف وأخيه عرف يوسف عليه السلام إخوته بنفسه وبحقيقته وبفضل الله عليه فاعتذر له إخوته فعفى يوسف عنهم وطلب من الله عز وجل أن يغفر لهم ثم علم من إخوته أن أباه قد فقد بصره بسبب حزنه فأعطاهم قميصه وطلب منهم أن يلقوا به على وجه أبيه وسيعود إليه بصره فعاد إخوة يوسف عليه السلام إلى أبيهم وبشروه بحياة يوسف وسلامة أخيه ثم أخرجوا قميص يوسف ووضعوه على وجهه فارتد إليه بصره وتوجه يوسف عليه السلام إلى الله يشكره على نعمه العظيمة رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ترجمة نانسي قنقر موسيقى